السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تحية طيبة لكم يوم السبت الثامن عشر من شهر ديسامب 2021 أهم أخبار ألمانيا شونس فوخن أند نهاية أسبوع جميلة أصدقائي يوم أمس أيضا أصدقائي عدد كبير من الأصدقاء الأيزيديين كتبوا لي بالتعليقات وأيضا أرسلوا لي إيميلات بأنهم يحتفلون بعيدهم الخاص لذلك أصدقائي سنة سعيدة للأصدقاء الأيزيديين دعونا نبدأ بالأخبار سجلت بالأربعة وعشرين ساعة الأخيرة اتنين وأربعون ألف وتمانمائة وتلاتة عشر حالة وتوفي أربعمائة وأربعة عشر شخصا عدد الحالات الجديدة لكل مئة ألف نسمة هو تلاتمائة وواحد وعشرون فاصلة تمانية أعلنت المستشفيات الألمانية قلقها من أن يسوء الوضع بسبب متحور أوميكرون الذي بدأ بالانتشار بقوة في ألمانيا وطلبوا من السياسيين توخي الحضر وعدم التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت بنفس الوقت حدر وزير الصحة السيد لوطبخ من موجة خامسة محتملة وسيكون الطاغ فيها متحور أوميكرون وأعرب عن قلقه أن تمتلئ المستشفيات ويزداد الضغط بغرف الإنعاج بداية سنة 2022 يرغب البرلمان الألماني بمناقشة موضوع إجبارية اللقاح في كل أرجاء ألمانيا والتصويت على هذا الأمر لكن السؤال الذي يطرح حاليا ويناقش في الصحافة والإعلام كيف سيكون الأمر وكيف سيتم تطبيق الأمر إذا تم التصويت عليه وكيف سيتم أصلا معرفة من لقح ومن لم يلقح حاليا لا يوجد في ألمانيا سجل التلقيح الذي يسمى إمفغيكستا لأن من يلقح حاليا يمنح له هوية اللقاح ويتم أيضا إرسال البيانات إلى مؤسسة غوباتكوخ بأن شخص قد لقح وهكذا يتم معرفة النسبة المئوية لكن ألمانيا لا تتوفر على إمفغيكستا يعني سجل للقاح يوجد فيه الإسم وتاريخ ميلاد ومن الشخص الذي حصل على اللقاح هذا الأمر لا يوجد لذلك من المطالب حاليا من عند السياسيين أنه إذا تم وأقدم البرلمان على إجبارية اللقاح يرغبون بعمل سجل للتلقيح تكون فيه وتسجل فيه كل بيانات من لقح وهكذا سوف يعرفون من حصل على اللقاح ولم يحصل على اللقاح هناك من يدعمون هذه الفكرة ويرون أنها جيدة وسوف تساعد بتسريع وتيرة التلقيح أو القضاء على الوباء وهناك من يرى الأمر يمس بحماية بيانات الناس وبيانات المواطنين وأن هذه الخطوة يعني عمل سجل التلقيح إمفغيكستا أن هذه الخطوة سوف تفتح الباب للقضاء على الحرية الشخصية وأن الحكومة سوف تراقب مواطنيها من كل النواحي وسوف تكون بداية كي يراقب الناس ويعرف عنهم أي شيء أصدقائي فهذه النقطة تقلق كثيرا مجموعة من الناس الذين يطالبون بحماية الخصوصية لأنه عمل إمفغيكستا يمكن لأي موظف أن يكتب اسم الشخص ويرى لقح أو غير لقح إذا ذهب الشخص إلى أي إدارة أو إلى أي مكان أصدقائي فهناك قلق بعض الشيء من عند بعض الناس إضافة إلى ذلك ما زالت الحكومة تدرس كيفية تطبيق إجبارية اللقاح على الناس إذا صوت عليها البرلمان السنة المقبلة وكيف سوف يتماشى الأمر مع القانون ومع الدستور الألماني الوضع حاليا معقد من الناحية القانونية ولذلك تتشاور الحكومة دائما مع محاميين ومتخصصين بالقانون والقانون الدستوري قبل سن أي قانون إجبارية التلقيح في ألمانيا توجد أو أقرها البرلمان فقط لمن يعمل بالرعاية الصحية بالمستشفيات العيادات الطبية وسوف يبدأ بها يوم خمستاشر تلاتة الفين واثنين وعشرين لكن إجبارية اللقاح لكل سكان ألمانيا سوف يبدأ بمناقشتها السنة المقبلة بداية سنة الفين واثنين وعشرين حزب تسي دي او الذي يوجد في المعارضة انتخب يوم أمس على رئيس جديد هو السيد ميرتس والسيد ميرتس يرى أن الوضع الخاص بإجبارية اللقاح فيه صعوبة بعض الشيء خصوصا في مسألة تطبيق هذه الإجبارية وقال لا يوجد في ألمانيا سجل التلقيح يعني ألمانيا ليس فيها وقال في البداية يجب النظر هل يمكن رفع نسبة عدد الملقحين بطريقة أخرى دون اللجوء إلى الإجبارية أصدقائي وهو يدعم فكرة يعني أن الدخل إلى المحلات إلى آخره تكون فقط لمن لقح أو من شوفية في كل مكان وقال السيد ميرتس ليس عندنا سجل للتلقيح ويجب في البداية أن نجيب على بعض الأسئلة كيف يمكن وهل يمكن حسب القوانين الحالية وحسب الدستور الألماني عمل هكذا سجل قبل الحديث ومناقشة إجبارية اللقاح يعني لا يمكن أن نقول الحكومة ستعمل إجبارية اللقاح البرلمان سيعمل إجبارية اللقاح إذا عملوا إجبارية اللقاح كيف سيتم تطبيق هذا الأمر ولا يوجد سجل للقاح لا يوجد إنفغيقستا وكيف يمكن عمل إنفغيقستا وأخذ بيانات الناس وتسجيل الناس لقحة وغير لقحة أصدقائي كيف سيتماشى هذا الأمر مع الدستور الألماني إذن مسألة إجبارية اللقاح في ألمانيا عندما يبدأ الحديث فيها في البرلمان سيكون حديثا ساخنا جدا جدا وأن الحكومة سوف تأخذ مشورة كبيرة من عند الخبارة بالقانون الألماني وقانون الدستوري حول مسألة إنفغيقستا وتسجيل البيانات وسيكون هناك أيضا مجموعة من المواطنين أو الفاهمين بالقانون الذين يمكنوا أن يقدموا اعتراضا بالمحكمة الدستورية إلى آخر يعني مسألة إجبارية اللقاح ستكون مسألة ساخنة جدا السنة المقبلة ونقاشها ساخن بالبرلمان الألماني حزب تسي جي او أصدقائي الحزب العارق الحزب الكبير الحزب أيضا الذي حكم ألمانيا ستة عشر سنة تحت قيادة المستشارة الألمانية السابقة السيدة ميركل أقدم يوم أمس على انتخاب زعيم جديد له ورئيس جديد لحزب تسي دي او نعلم بأنه حزب تسي دي او كان رئيسه هو السيد لاشت والسيد لاشت كان أيضا هو مرشح الحزب لمنصب مستشار ألمانيا بعد الهزيمة القاسية للحزب الذي كان يحكم ألمانيا ستة عشر سنة بالانتخابات السابقة أجبر السيد لاشت على التخلي على هذا المنصب وأصبح الآن وانتخب على السيد ميرتس وهو مليونير ورجل أعمال مشهور جدا انتخب عليه كي يصبح هو رئيس وقائد الحزب بالمعارضة الألمانية انتخاب حزب تسي دي او على السيد ميرتس هي إشارة من حزب تسي دي او الذي يوجد الآن بالمعارضة بطي صفحة السيدة ميركل وبداية صفحة جديدة له ولأن السيد ميرتس والسيدة ميركل لم تكن علاقتهم جديدة وكانت جيدة وكانت أفكارهم مختلفة نهائيا أصدقائي والسيد ميرتس كان دائما معارضا لسياسة السيدة ميركل الآن أصبح السيد ميرتس هو رئيس الحزب وحقق حلومه ويرغب الآن بعمل معارضة قوية للحكومة الألمانية وأن يكون ندا قويا ومعارضا قويا للسيد شولتس ستكون أربع سنوات صعبة جدا للسيد شولتس وللحكومة الألمانية لأن حزب سيدي أو سوف يعمل المستحيل كي يزعج الحكومة وأن يكون معارضا قويا لها لأن حزب سيدي أو والسيد ميرتس يحلم أن يصبح بعد أربع سنوات هو مستشار ألمانيا وهم معارضة قوية لأنهم يحكمون في مقاطعات كثيرة في ألمانيا ومقاطعات مؤترة حزب سيدي أو يحكم في شمال الرينفستفالن يحكم في هسن يحكم في زارلند يحكم في زاكسن أنهالد يحكم في شليسويك هولشتاين يحكمون أيضا في زاكسن أيضا مع شقيقهم حزب تسي إس أو يحكمون مقاطعة بايرن يشكلون ائتلاف حكومي أيضا في بادن فوتنبيرغ يعني هم حزب قوي جدا وبذلك يمسكون المجلس المستشارين بوندسغاط يعني أي قانون في البرلمان يصوت عليه البرلمان البرلمان الآن هو في يد والأغلبية في يد الحزب الحاكم حزب أسبيد الاشتراكي والسيد شولتس لكن أي قانون يصوت عليه البرلمان يجب أن يمر إلى مجلس المستشارين مجلس المقاطعة وهناك في مجلس المستشارين حزب تسي دي أو حزب قوي يمكن أن يوقف قوانين كثيرة ويزعج ويصعب الحكم على السيد شولتس ستكون أربع سنوات ساخنة جدا في الساحة السياسية الألمانية من عند معارضة قوية للغاية الآن صدقائي سوف نمر إلى موضوع آخر يهم سكان نيدازاكسن ما سوف أقوله الآن فقط يهم سكان مقاطعة نيدازاكسن ألمانيا فيها 16 مقاطعة ومن بين المقاطعة 16 هناك مقاطعة نيدازاكسن وعاصمتها مدينة هانوفا هذه المقاطعة مثل جميع المقاطعات عملت بقاعدة سفايغي يعني التسوق في المقاطعة فقط لمن لقحه ومن شوفيه وقام بعض الناس بإعتراض هذا القانون وحكمت محكمة بمقاطعة نيدازاكسن وقالت بأنه لا يحق لمقاطعة نيدازاكسن فرض قاعدة سفايغي إثنينغي لأن الحالات قليلة بمقاطعة نيدازاكسن وأيضا لا يوجد علاقة علمية بأن المحلات تسبب نشر العدوى بذلك حاليا حسب أمر المحكمة تنتهي قاعدة سفايغي بنيدازاكسن بالتسوق يعني ممكن في نيدازاكسن أصدقائي فقط في نيدازاكسن بقي المقاطعة تمشي عليها قاعدة إثنينغي لكن في نيدازاكسن حاليا يسمح بالتسوق ودخول المحلات لمن لقح من شوفيه أو أيضا من لم يلقح ولا يمكن منعه من الدخول إلى التسوق أصدقائي والمحكمة قالت لا يمكن منع الناس من الدخول إلى باوماركت ولا يمنعون من الدخول إلى محل الظهور فلذلك المحكمة أنهت هذا الأمر هذا الأمر ما زال يعمل به في جميع المقاطعات الألمانية سوى نيدازاكسن أصدقائي انتقادات كبيرة من هذا القرار جاءت من عند بعض السياسيين الذين رأوا في الأمر خطورة وأنه سيمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الحالات نفس الأمر كان هناك أيضا اعتراض في مقاطعة شليسفيك هولشتاين من عند مجموعة من الأشخاص على قاعدة سفايغي لكن المحكمة في شليسفيك هولشتاين رفضت هذا الاعتراض وقالت نعم يجب أن تبقى في شليسفيك هولشتاين قاعدة سفايغي أيضا سيكون هناك قرار لمحاكم في بايرن وفي شمال الرينفستفالن لكن يقولون بأنه ممكن في بايرن تبقي أيضا المحكمة على قاعدة سفايغي أو حتى في شمال الرينفستفالن أصدقائي إذن هذا الخبر يهم فقط سكان نيدا زاكسن وضروري دائما أن تعرفوا ما اسم المقاطعة التي تعيشون فيها في ألمانيا أيضا هناك خبر آخر تم كما تكلمنا عنه منذ مدة في هذه القناة تم الآن وبشكل رسمي منع بيع وشراء الألعاب النارية في ألمانيا بحفلة نهاية رأس السنة سيلفستا سوف يكون منع بيع للألعاب النارية أصدقائي لأنهم قالوا أصلا المستشفيات ممتلئة بمرضى كورونا وهذه الخطوة خطوة المنع هي تحمي أيضا المستشفيات من الضغط الذي كان يحصل كل رأس السنة لأن مجموعة من الناس كانوا يصابون عندما يستعملون الألعاب النارية وكانوا يذهبون إلى المستشفى أيضا أصدقائي نتوجه إلى خبر نتكلم عن خبر آخر ألمانيا تدخل إلى قائمة الدول التي منتشر فيها الوباء فرنسا والدانيمارك النرويج وأيضا لبنان القادمين من فرنسا أو الدانيمارك أو النرويج أو لبنان الراغبين بالدخول إلى ألمانيا بداية من نهاية الأسبوع يعني من يوم الأحد يسمح بدخول الملقحين وأيضا منشوفية غير الملقحين يجب عليهم أن يدخلوا عشر أيام إلى الحجر الصحي طبعا الدخول يسمح أيضا لغير الملقحين إذا كانوا يحملون معهم فحصا سلبيا لكن رغم ذلك مجبارين على الدخول إلى الحجر الصحي وهذه نقطة مهمة لكل من يسافر إلى فرنسا أو الدانيمارك أو بعد أيضا الدول الحدودية لألمانيا تقريبا كلها توجد في اللائحة لائحة الدول الموبوءة وتصعب الأمور على غير الملقحين ننتقل إلى آخر موضوع يخص النمسا النمسا تعلن وتصعب شرط الدخول لها الدخول إلى النمسا بداية من يوم الاثنين سيكون فقط بقاعدة سفايغي يعني من يرغب الآن بالصفر إلى النمسا وعمل إجازة في النمسا يجب أن يكون إما لقح أو شفية أصدقائي فقط لقح أو شفية من يسمح لهم بالدخول إلى النمسا في حالة واحدة يسمح لغير الملقحين بقاعدة دغايغي إذا كان عندهم فحص لكن فقط لمن يسكنون بالحدود ويسمون بالألمانية بيندلا يعني يذهبون للعمل في النمسا ويرجعون أو من يعمل على الحدود بيندلا يسمح لهم لكن من يرغب بعمل إجازة والدخول إلى النمسا يسمح فقط بدخول من لقح ومن شفية ولا تتجاوز مدة الشفاء بطبيعة الحال ستة أشهر على ما أظن في النمسا أيضا نقطة مهمة لمن لقح النمسا تعترف فقط بثلاث جرعات لللقاح من يرغب بالدهاب إلى النمسا وعنده جرعتين يجب على الشخص أن يكون عنده فحص بيتسي إير فحص بيتسي إير أصدقائي من ليس عنده فحص بيتسي إير وكان قد لقح فقط مرتين وليس عنده فحص بيتسي إير سوف يرسلونه في النمسا إلى الحجر الصحي وهذا القانون سوف يبدأ به في النمسا بداية من يوم لإثنين كانت هذه أهم أخبار ألمانيا وجزء من أخبار النمسا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء